قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والإعلان عنها خلال أسابيع قليلة وأوضحت أن الدعم المرتقب إلى مصر سيكون كبيراً لفتة إلى السعي لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم وأضافت مديرة صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً مؤكدة أن مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجاً ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهايدروجين لمنظمة أوابك أن صادرات الدول العربية مجتمعة من الغاز المسال خلال عام 2023 بلغت نحو 112.4 مليون طن مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022 وأكد التقرير أن الدول العربية استطاعت الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4% انخفض الانتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.5% في ديسمبر الماضي وسط تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناع التحويلية ووفقاً لباينات رسمية فإن النشاط الصناعي وصل بذلك تراجعه لثامن شهر على التوالي ومع ذلك فإن واتيرة التراجع هي الأقل منذ يوليو الماضي في المقابل ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام للانتاج الصناعي بنسبة 14% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخريق على ارتفاع إذ عززت بينات التضخم الأمريكية توقعت خفض أسعار الفائدة هذا العام كما داعمت زيادة أسعار النفط أيضاً هذه المكاسم وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 5 من 10% كما زاد المؤشر القطري بنسبة 8 من 10% يعتزم بنك التنمية الياباني استثمار أكثر من 150 مليار ين أي ما يوازي مليار دولار على مدى عامين اعتباراً من السنة المالية 2024 لدعم سلاسل توليد الرقائق الإلكترونية وذكرت صحيفة نيكي بيزنس ديلي اليابانية أن البنك سيستثمر أيضاً في بطاريات التخزين ومنتجات أخرى ويشهد الاستثمار في صناعة الرقائق تنفساً عالمياً بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والخلافات حول تايوان